موضوع حلقتنا اليوم عن سهم ارتفع خلال اسبوعين تسعمية في المية نعم هذا السهم ارتفع من 4 دلر ل 30 دلر للسهم خلال الفترة من 1.8 ل 1.16.8 فقط وتحول هذا السهم فجأة لواحد من اكتر الاسهم اللي في عليها اهتمام كبير في وسائل التواصل الاجتماعي وكل المستثمرين حول العالم قاعدين بيسألوا هذا السهم ايش هو ولياش ارتفع ولوين رح يوصل وإحنا هل لازم نستثمر فيه ولا لا احنا كمان بنسأل نفس هاي الاسئلة عشان هيك موضوع حلقتنا اليوم رح يكون عن سهم بيت باث ان بيوند اللي بنطبق عليه المثل القائل from zero to hero to zero again السهم ارتفع من 4 دلر ل 30 دلر وانهار خلال 3 ايام باكتر من 70% ورجع اغلق عن مستويات العشرة دلر مرة تانية في حلقتنا اليوم رح نحكي في البداية على شركة بيت باث ان بيوند شو هي الشركة وشو طبيعة عمالها بعدين رح نتحدث على رأي المحللين بخصوص سهم بيت باث ان بيوند بعدين رح نغوص في التحليل الاساسي للسهم هنحكي بعديها على المنافسة اللي بتواجه السهم ونحن نختم الحلقة في رأيي الشخصي في الاستثمار في سهم بيت باث ان بيوند لذلك خلونا نبدأ مع بعض شركة بيت باث ان بيوند تعمل في قطاع التجزئة الامريكية وبتمتلك اكتر من 750 محل تجاري منتشرة حول الولايات المتحدة الامريكية وكندا وبرتوريكو وبتمتلك الشركة حوالي 150 محل تجاري بتحمل اسم باي باي بيبي متخصصة في بيع منتجات الاطفال بينما محلاتها الاصلية متخصصة في بيع الاثاث واحتياجات الحمامات والمطابخ وغيرها وبتمتلك الشركة علامة تجارية تحت اسم غورمن في الها حوالي 50 محل تجاري حول الولايات المتحدة الامريكية وكندا وأخيرا بتمتلك الشركة أونلاين بلاتفورم خاص بالانتيريار ديزاين أو التصميم الداخلي للمنازل لو انتقلنا لأراء المحللين بخصوص سهم بدباثن بيوند بتلاحظ بأنه المحللين على ويبسايت تيب رانك سلبيين بدرجة كتيرها كبيرة على سهم بدباثن بيوند في المنهور قادمة راح يتراجع سعره لتلاتة فاصل خمسة وتمانين دولار أمريكي يعني تراجع بنسبة أكتر من خمسة وستين في المية من الأسعار الحالية أما بالنسبة لسيكنج ألفا فالمحللين على السيكنج ألفا كانوا نيوترال يعني غير إيجابيين وغير سلبيين على سهم بدباثن بيوند السبب في هذا الإشي بياخدنا للبيانات الأساسية الخاصة بالسهم لو رجعنا مع بعض لسنة الـ 2018 فسنة الـ 2018 هي آخر سنة حققت فيها شركة بداثن بيوند أرباح وابتداء من سنة الـ 2019 بدأت الشركة تحقق خسائر سنوية مستمرة إيرادات الشركة تراجعت من حوالي 12 مليار دولار ولا تزال تتراجع ومتوقع أن تتحقق إيرادات بحوالي 7.5 مليار دولار خلال السنة الحالية وبالتالي إيرادات الشركة عم تتراجع أرباح الشركة عم تتراجع لو اطلعنا على المارجنز أو صافي الربح الربح الإجمالي والربح الصافي نلاحظ بأنه الـ gross margins أو الربح الإجمالي للشركة أو الربح قبل ما نحسب الربح الصافي حوالي 30% واللي هي أقل من المعدل لنفس الشركات المنافسة لبدباثن بيوند وهذا دليل أنه الشركة ما عندها القوة البراند الكافية أنها تقدر تنافس المنافسين الثانين أو أنه الشركات المنافسة لبدباثن بيوند عندهم أسماء تجارية أقوى بتخليهم يبيعوا منتجاتهم بأسعار وأرباح أعلى من شركة بدباثن بيوند وبالانتقال للنت مارجنز فباللاحظ بأنه الهامش الصافي للربح أو النت مارجن ماينس 11% بمعنى أنه الشركة بتخسر في كل منتج عم بتبيعه وفي النهاية الشركة عم بتبيع منتجاتها بخسارة الكارثة بالنسبة لسهم بدباثن بيوند هي أنه حجم الكاش اللي بتمتلكه الشركة حوالي 100 مليون دولار فقط حجم مديونية الشركة حوالي 3 مليار دولار أمريكي وكل القيم السوقية لسهم بدباثن بيوند أقل من مليار دولار أمريكي واحد بمعنى أنه حجم الدين بالنسبة لحجم الشركة أو الدت وإكوتي ريشو أكثر من 300% في أقل التقديرات وحتى لو حسبنا مكرر الربحية بالنسبة للسهم البي إي ريشو باللاحظ بأنه صفر لو حسبنا مكرر سعر السهم بالنسبة للقيمة الدفترية كمان صفر وهذا معناته أنه الشركة قيمة دفترية للسهم بالماينس يعني لو شركة بدباثن بيوند تقرر اليوم تغلق كل أعمالها وتصفي الشركة بشكل كامل ما رح يطلع لمساهمين الشركة حتى سند واحد فقط من كل أعمال الشركة بسبب أنه دين الشركة أكبر بكتير من حجم الشركة بشكل عام وبتتوقع الشركة تراجع إراداتها خلال السنة الحالية بنسبة 10% في المقابل أنه إراداتها السنة الماضية تراجعت بنسبة 25% يعني لا تزال الشركة بتحقق تراجع في إراداتها هذا في الوقت اللي احنا شفنا فيه شركات التجزئة اللي أرنت أرباحها خلال الأسبوع الماضية إذا بنرجع ونطلع على بياناتها خلال السنوات الماضية بنلاحظ أنها حققت نموه كتير كبير في الإرادات وفي الأرباح على مدى السنوات والأشهر الماضية يمكن باستثناء السنة الحالية اللي كانت صعبة بشكل عام على كل الشركات العاملة في مجال التجزئة ومنهم طبعا شركة Bitbath & Beyond ولو حسبنا حصة السهم الواحد من الخسارة في نسبة لسهم Bitbath & Beyond بيطلع أنه كل سهم بيخسر أو متوقع أنه يخسر خلال السنة الحالية حوالي 6 دولار بالنسبة لأي مساهم إذا كان السهم هلأ سعره 10 دولار ومتوقع أنه يخسر 6 دولار في نهاية السنة الحالية فهذا معناته أنه القيمة الحقيقية للسهم كتير أقل من سعر 10 دولار للسهم وصلها اليوم طيب بما أنه الشركة سيئة لهذه الدرجة وبياناتها سيئة لهذه الدرجة سوء سبب الارتفاع الهائل في السهم خلال أسبوعين فقط ارتفع 900% السبب أنه المستثمر الأمريكي الشهير رايان كوهن اللي هم أشهور بعلاقته بشركة جيمستوب اللي صار في عليها شورت سكويز كتير ضخم السنة الماضية رفع سعر السهم من أقل من 20 دولار على ما أعتقد لحد مستويات أعلى من 400 دولار واحدة من أكبر عمليات شورت سكويز في التاريخ اشترى حوالي 10% من أسهم شركة بالداث ام بيوند خلال شهر 3 سنة 2022 اللي هي السنة الحالية المستثمر رايان كوهن دفع في هاي الأسهم أقل من 4 دولار في سعر السهم أو حوالي 4 دولار في سعر السهم أقل مستوى لأسهم بيت باث ام بيوند ولما أفصح عن امتلاكه لهاية الحصة في السهم اندفع فورا المستثمرين الموجودين في مجموعة وول ستريت بيتس المعروفين باختصارا ريتيل انفسترز أو المستثمرين غير المحترفين اندفعوا بعمليات شراء مجنونة على سهم بيت باث ام بيوند اللي كانت نسبة الشورت عليه حوالي 50% تقريبا انخفضت لحد 42% بتاريخ حلقة اليوم هذا أدى لارتفاع سريع وهائل بسعر السهم لأنه نسبة الشورتينج على السهم كتير عالية صار في على السهم اشي بنسميه شورت سكويز واندفع سعر السهم حوالي 900% من 4 دولار ل 30 دولار طيب شو اللي أدى لتراجع سعر السهم خلال 3 ايام بنسبة 70% لماذا كمل السهم الصعود الهائل اللي حققوا خلال الأيام الماضية؟ ببساطة لأنه السمارت ماني أو المستثمرين الكبار الموجودين في المؤسسات الاستثمارية استغلوا هاي الارتفاعات الكبيرة في سعر السهم وبدأوا يبيعوا حصاصهم في سهم بيت باث ام بيوند لأنه ببساطة الشركات الكبيرة بتعرف انه هذا السهم من ناحية فندمنتل من ناحية تحليل أساسي ما له اي أساس قوي على الأرض وآخر المستثمرين هو رايان كوهن نفسه اللي طلب من هيئة الأوراق المالية الأمريكية إنها تسمح له يبيع حصطه اللي هي حوالي 10% من شركة بيت باث ام بيوند طبعا حصوله على الموافقة هاي معناته إنه رايان كوهن رح يبيع أسهم في أي لحظة وهذا معناته إنه كل المستثمرين الكبار أو الهيدش فونز رح يكونوا حققوا أرباح هائلة في الاستثمار في هذا السهم ورح يظلوا المستثمرين العاديين مثلنا هم الناس اللي رح يشتروا هذا السهم ويخسروا فيه في الآخر طيب هل شركة بيت داث ام بيوند في معها مجال إنها ترتد من هذا المكان هل شركة بيت داث ام بيوند في إلها مستقبل بصراحة يا جماعة الناس الإيجابيين على السهم وهم كتير إلال بتوقعوا إنه الشركة رح تبيع البراند التابع لها اللي اسمه باي باي بي 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 بقيمة حوالي مليار دولار أمريكي وهذا الإشي رح يساعد الشركة في سداد جزء محترم من الدين المتراكم عليها لكن بنفس الوقت فيه خبر طلع على سيكنج ألفا بنص على إنه شركة بيت باث ام بيوند اتواصلت مع مجموعة من المحامين حتى تعمل ترتيبات لإعادة جدول ديونها حتى ما تفلس الشركة نظرا لحجم الديون الهائل وخسارة الشركة في نفس الوقت وعدم قدرتها على السداد لقلة كمية السيول اللي بتمتلكها الشركة ومع استمرار المنافسة الهائلة من الشركات العاملة في مجال التجزيع وكلياتنا منعرف العمالقة الموجودة في أمريكا براند مثل بيت باث ام بيوند بكل هاي الخسائر والديون المتراكمة ما عنده بصراحة أي فرصة أنه يقدر ينافس في المجال اللي بعيد ضد هاي الشركات ولذلك بناء على التحليل اللي قدمناه لحضراتكم عن سهم بيت باث ام بيوند بنستنتج بأنه هذا السهم لا يصلح كاستثمار طويل المدى الشركة ما عندها أي مقوم من مقومات النجاح لكن هل ممكن أنه السهم يرتد في الفترة القريبة الحالية بصراحة هذا إشي وارد أنا ما عندي القدرة أني أحدد بدقة هل هذا السهم ممكن أنه يرتفع أو ممكن أنه يتراجع في المدى القريب والسبب أنه تداول سهم متل بيت باث ام بيوند هو واحد من الأسهم اللي إحنا بنسميها الميم ستوكس أسهم قائمة على الاهتمام الكبير من الناس بشكل مفاجئ وسيولة مفاجئة بتدخل وبتطلع وهذا الإشي كثير صعب على المحللين أنهم يقدروا يحللوه عشان هيك أنا ما بقدر أتنبأ بحركة السهم في المدى القصير هل السهم رح يرتفع الأسبوع الجاي ولا رح يتراجع لكن لأنا متأكد منه أكيد أنه هذا السهم ما إلو مستقبل لا من ناحية تقنية ولا كمان من ناحية تحليل أساسي لذلك أنا بحذر كل المستثمرين ومتابعين القناة من أنهم ينجروا ويشتروا أسهم مثل بيت باث ام بيوند لأنه أثبتت التجربة في الآخر أنه فقط أول الناس اللي بيدخلوا بيشتروا هذا السهم وكمان المستثمرين الكبار هما أكبر الرابحين في هاي الأسهم لكن باقي المستثمرين اللي هما بيدخلوا في المراحل المتأخرة بيخسروا في الآخر مبالغ كبيرة في نهاية الحلقة بتمنى أني قدمت لكم شرح واضح وكافي وشافي عن سهم بالداثم بيوند وهذا يعني نصيحة أخوية مني لكم لا تنجروا وراء الناس اللي بيشتروا هاي الشركات لأنه بتسعين بالمية من الكيسز المستثمرين اللي بيشتروا الميم ستوكس هما مستثمرين بيخسروا والاستثمار أبدا ما كان أنه الشخص يشتري سهم ميم الاستثمار دائما قائم على علم على تحليل وعلى بيانات وأبدا مش قائم على أنه رايان كوهن اشترى هذا السهم أو وول ستريت بيتس قرروا أنهم يفوتوا إقامروا في هذا السهم في نهاية الحلقة إذا لم تشتركوا في قناتي بتمنى أنكم تشتركوا وتفعلوا زر الجرس وبتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق في التداولات في الفترة القادمة موسيقى موسيقى